أول خطوة هي دائماً فحص هريد الألكل وإذا كان لدينا هريد ألكل ثانوي كل الخيارات الأربعة ممكنة يمكن أن يكون SN1 أو SN2 أو E1 أو E2 حالما ننظر إلى بنية هريد الألكل سنركز على نيوكليوفايل نيوكليوفايل هنا سيكون أيون أكيبريتيت الهايدروجين إذن هو مشحون بالسالب الكيبريت سيعمل كنيوكليوفايل لنصنف النيوكليوفايل إذا ما كان قلوي قوي إذا ما كان قوي أو ضعيف فنعلم مسبقاً أن هذا مثال عن الميوكليوفايل القوي والذي يجعلنا نفكر أنه قد يكون هذا مفتاح لنعرف أن هذا تفاعل SN2 لأن آلية الـ SN2 تتطلب ميوكليوفايل قوي هل آيون كيبريتيد الهايدروجين هو قلوي قوي أم ضعيف هو قلوي ضعيف مع حمد مترافق قوي وفي النهاية يجب أن نفكر في المذيب نريد تصنيف المذيب هنا نعلم أن DMSO هو مذيب قطبي غير بروتوني إذن هو مذيب قطبي غير بروتوني وعلم أنه يفضل آلية الـ SN2 بما أنه يزيد من قوات الميوكليوفايل إذن لدينا لدينا هنا مفتاحين يدلانا أن هذا سيكون سيكون تفاعل SN2 إذن سنرسم المنتج لدينا كمنتج SN2 وعلم أنه لدينا مركز كيرالي هنا إذن يجب أن نفكر في آلية تفاعل SN2 حيث آيون كبريتيت الهايدروجيل سيهاجم هذا الكربون هنا من الجانب المعاكس للبروم إذن البروم سوف يغادر وسوف نضع هنا الـ SH لدينا انقلاب للتكوين بما أن هذه آلية الـ SN2 لنفحص شيء آخر هنا لنستخدم نفس نستخدم نفس المتفاعل البدائي مع مركز كيرالي هنا بهذا الشكل وهذه المرة سيتفاعل هذا الجزء مع حمض الفورميك إذن لنكتب حمض الفورميك هنا وهذا سيكون المذيب ونيوكليفايل وسوف نسخن هذا التفاعل لنصنف النيوكليفايل إذن حمض الفورميك حمض الفورميك يمكن أن يعمل كنيوكليفايل لأن هذا الزوج من الالكترولات المنفردة هي على الأكسجين لكن لا يوجد شحنة سالبة ظاهرة بشكل كامل إذن سيكون هذا نكتب النيوكليفايل ضعيف إذن سأكتب النيوكليفايل ضعيف والذي يجعلني أفكر في تفاعل السنون مباشرة الحال المحتمل قد يكون تفاعل السنون عند التفكير في حمض الفورميك قلوي حسنا هو حمض لذا لم يكون قلوي قوي وسنكتب هنا قلوي ضعيف أيضا ومن ثم المذيب في هذه الحالة النيوكليفايل هو المذيب ونعلم أنه يمكننا تصديب كل الأحماض الكربوكسيلية كمذيبات قطبية بروتونية هذا البروتون هنا إذن هذا هذا مذيب قطبي بروتوني والذي نعلم أنه يفضل تفاعل السنون لأن المذيب القطبي البروتوني سيعمل على استقرار الكربوكتيون الذي سينتج إذن سنحصل على الكربوكتيون الثانوي هنا ونعلم أن الكربوكتيون هنا سيكون مسطح الشكل لذا سنفكر في الكيمياء الفراغية لهذا عندما يهاجم جزائع نيوكليفايل من الجزائع يمكن أن نحصل على التكوين الأصلي وسوف نخسر بروتون من هذه الألية لنرسم هذا بنفس الوقت وأيضا سنحصل على واحد من الانقلاب للتكوين سأرسمه هنا مع الانقلاب في التكوين إذن كلا هذه هي محتملة ويتبين لدينا أن كلا هذه هي إنان الشمارز لبعضهم في هذا التفاعل وعلمنا أن لدينا متجين أننا نعلم أن هذه الألية قد تمت بواسطة بواسطة SL1 عن طريق فحص نيوكليفايل لنفحص نفس المتفاعل الذي بدأنا به مرة أخرى إذا لدينا مركز كايرلي مع البرام هنا وهذه المرة سنفاعل هذا الجزائق مع إثوكسايد الصوديوم والمديب سيكون الإيثانول بهذا الشكل إذن لنرى إذا كان إمكاننا إيجاد ما يحدث الآن مرة أخرى لدينا هليد الألكل الثانوي سنصنف نيوكليفايل وأنايون الإيثوكسايد هو نيوكليفايل هنا بما أنه الكوكسيد نعلم أنه نيوكليفايل قوي ومرة أخرى الإيكليفايل القوي سيجعلنا نفكر أن الآلية هي S2 وإيثوكسايد الصوديوم من حيث من حيث قاعديته هو قلوي قوي هو يريد بروتون إذن هو قلوي قوي وبما أنه قلوي قوي فهذا يجعلنا نفكر في تفاعل الحذف إذن آلية E2 مع قلوي قوي ومن ثم المذيب ما هو المذيب هو الإيثانول وهو المذيب قطبي بروتوني هذا سيكون البروتون هنا إذن لدينا مذيب قطبي بروتوني هذا سيكون لديه تأثير أساسي على المنتجات لأنه إذا فكرنا بما سيقوم به المذيب القطبي البروتوني هو سيقوم على حل حالة نيوكليفايل إذن لنرسم صورة سريعة لنيوكليفايل في حالة الحل حلة إذن نيوكليفايل هو أنيون إيثوكسايد والذي سيبدو هكذا وأيضا لديه شحنة ظاهرة سالب واحد هكذا ومن ثم يأتي المذيب الإيثانون العلم أن الإيثانون سيبدو هكذا لنرسم العديد من جزئات الإيثانون هكذا والعلم أن الأكسجين هو سالب جزئيا والعلم أن الهيدروجين موجب جزئيا إذن هذا الهيدروجين موجب الشحنة جزئيا قد يتفاعل مع الأكسجين ذو الشحنة السالبة جزئيا إذن سيكون ببعض التفاعل هنا ويمكن التخيل العديد من جزئات المذيب حول أنيوكليفايل عند حل حلة أنيوكليفايل سيقلل من قواته إذن الشحنة الظاهرة سالب واحد سيتم موازنتها من قبل الشحنة الموجبة جزئيا وذلك سيقلل من قوات أنيوكليفايل وهذا يعني أنه يقلل من احتمالية التفاعل عن طريق آلية الأس أنتو إذن هذا يقلل من احتمالية أس أنتو يقلل من احتمالية أس أنتو والذي يجعل إي تو هي الآلية المفضلة لهذا التفاعل إذن الآن بما أننا نعلم أنه إي تو نحتاج أن نفحص هريد الألكل وتحديد دوع الكربونات هذا الكربون ألفا ونعلم أن هذا الكربون الذي بجانبه هو بيتا نسميه بيتا واحد ونعلم أن هذا بيتا إثاني إذن يمكن أن يبدأ التفاعل بواسطة القلوية يأخذ البراطون إما من موقع بيتا وان أو بيتا إثاني وإذا فكرنا في موقع بيتا وان أو واحد أولا إذا فكرنا في موقع بيتا واحد وتنولنا هذا في الفيديوهات السابقة حيث تشكل الكين ويمكن أن يكون الكين ترانز الرابطة الثنائية تتشكل بين كربون ألفا وبيتا إذن يمكن أن نحصل على الترانز فيرجين ويمكن أيضا أن نحصل على السيس فيرجين ونعلم أن الترانز فيرجين سيكون المنتج الرئيسي لأنه أكثر استقرارا من السيس فيرجين إذن هذا بواسطة آلية الإيتو سنحصل على هذين منتجين من موقع بيتا واحد ويمكن أن نحصل على منتج من بيتا اثنان هناك رابطة ثنائية تتشكل بين كربون ألفا وبيتا إذن يمكن رسم منتج آخر بيتا اثنان سيكون لدينا منتج يبدو هكذا هذا أيضا محتمل إذن الرئيسي سيكون ترانز والفرعي سيكون سيس ومن ثم سنحصل على موقع بيتا اثنان هذا أيضا سيكون فرعي جدا وهذا الكين بتفرع واحد ليس مستقر مثل هذان هنا وبرغم أننا قللنا أنه قلنا أنه ينقلل من احتمالية لأس أنتو إلى أننا سنحصل على منتج فرعي من أس أنتو إذن إذا فكرنا في أنيون الإثوكسايد كنيوكليفايل قوي ويهاجم ذلك المركز الكايرالي سنحصل على منتج معين مثل هذا حيث الأكسجين من إثوكسايد له سلوك النوكليفايل بيهاجم المركز الكايرالي ولهذا سيكون باتجاه بعيدا عنها وفي الفراغ وسيكون هنا أكسجين نوع مجموعة إثل إذن هذا أيضا منتج فرعي هنا وإذا أردنا زيادة النسبة إذا أردنا زيادة النسبة من هذا كمنتج فرعي يمكن تغيير المذيب إذا غيرنا المذيب من مذيب قطبي براتوني إلى مذيب قطبي غير براتوني إذا غيرنا المذيب إلى شيء مثل DMSO قطبي غير براتوني هذا سيزيد قوة أن يكليف لأنيون الإثوكسايد وهذا سيزيد من كمية منتج ال-SN2 نبحث مثال آخر شهدنا ال-SN2 وشهدنا ال-SN1 وشهدنا ال-E2 وأيضا ال-E1 هو محتمل بالرغم أنه بالعادة ليس مع حاليد الألكل يمكن أن يحدث مع حاليد الألكل لكنه ليس عمليا إذن المكان الرئيسي الذي نرى فيه آلية E1 هو سيكون شيء مثل الكحول الثانوي إذن هو ليس حاليد الألكل إذا بدأنا مع كحول ثانوي مثل ال-Elexanol الحلقي وأضفنا H2SO4 لا يمكن حتى تصنيف هذا كنوكليفايل وأي شيء كهذا الفكرة هنا هي تمييز الآلية لدينا حمد قوي حمد الكبريتيك سيتبرع ببروتون للمذيب إذن البروتون سيدخو في الأنحاء ومن ثم واحد من الإلكترونات المنفردة على الأكسجين ستلتقط بذلك البروتون إذن هذا يصعى مجموعة مغادرة جيدة ال-OH لوحدها هي ليست أفضل مجموعة مغادرة حيث تتبرع ببروتون لتشكل هذا هنا مع شحن ظاهرة موجب واحد على الأكسجين هي مجموعة مغادرة ممتازة ومن ثم هذه الإلكترونات هنا ستنتقل إلى الأكسجين ومن ثم لدينا الكربوكتون في هذه الآلية إذن مرة أخرى الكربوكتون في الآلية يدلنا على أنه سيكون تفاعل حذف E1 وعندما يغادر ذلك الجزء فإن القلوي سيأخذ إما الماء أو القلوي المترافق حمض الكبريتي يأخذ البروتون من ذلك الجزء وهذا سيشكل الألكين إذن هذا سيتبع عالية E1 بهذا الشكل يشكل الهكسين الحلقي كمنتج نهائي إذن هو E1 إذن شاهدنا إذن شاهدنا S2 وشاهدنا S1 وشاهدنا E1 وشاهدنا E2 هذا كان صعب نوعا ما الفكرة مرة أخرى هي فحص كل واحد من المكونات هذه وإيجاد ما هي الآلية الأكثر احتمالا اعتمادا على قوة الميكليوفايل هل الميكليوفايل قوي أو هو قلوي ضعيف ولا تنسوا المذيب أيضا وبالطبع دائما تذكروا أن نبدأ بهاليد الألكل